قيخ عبد الفتاح تحديداً كيف يرى أن الإنسان يمكن أن يصل إلى هذا المقام؟ الارتقاء وصولاً إلى أن يكون للإنسان كرام من الله سبحانه وتعالى إن الله أخفى أولياءه في خلقه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد هل الأولياء معلومين؟ لا مجهولين في البشر لا نعلمهم لكن الله يعلمهم الله يعلمهم إذن الولي يصل إلى درجة الرقي بمحاسبة النفس يرى في نفسه النقص يرى في نفسه التقصير يرى في نفسه أنه لا يرقى لدخول الجنة مقصش أقل من أن يعني تخيلي العصاه والمذنبون أقول إن لم تشملنا رحمة ربنا يغفر لمين وسمح مين والطائع القائم الصائم المستقيم يرى في نفسه النقص والتقصير دائما لما؟ لأنه ده سبيل الوصول الله تعالى القضية أنني لا آتي في رمضان فأقرأ القرآن مرة واثنين وثلاثة وأصوه وأتصدق وأعمل موائد إفطار فإذا منتهى رمضان عدت إلى عصياني وعدت إلى القطيع بيني وبين ربي رب رمضان هو رب بقية الشهور لذلك خير الأعمال أدومها وإن قلت خير الأعمال أدومها وإن قلت كثير من الناس يقرأوا القرآن مرة واثنين وثلاثة وهي تباه وهي يجو معك يقول أريت القرآن كم مرة يا دوب ختمت مرة لا أنا ختمت ثلاثة هو بيتباهب كده 11 شهر التنين والله ما فتح المصحف ولا قرأ صفحة واحدة أيهما أولى أن أقرأ كل يوم صفحة واحدة وعلى مضار العام كله علاقتي بالقرآن متواصلة لا تنقفى أبدا أصل القرآن وقال الرسول يا ربي أن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة سواء هجر في التلاوة أو هجر في العمل فإذا أنا كرجل من أهل القرآن يعني أذكر نفسي وأذكر المشاهدين خلوا صلتكم بالقرآن صلة دائمة وخلي القلب بتاعك يتمتع والمهم أن أنا مش أحفظ كل يوم صفحة ولو خمسة سطور بس أقرأهم وأتمكن منهم فإن النبي بقول ما رأيت ذنبا أعظم ممن آتاه الله آية من الكرآن ثم نسيها فهجر الكرآن ونسيان الكرآن بعد تذكر دمن الذنوب العظيمة لذلك إحنا بنقول عشان نصل إلى الله تبارك وتعالى ونحن نتحدث عن الطريق إلى الله تبارك وتعالى أعظم الطرق القرآن فهو يرفع قدرك ترجمة نانسي قنقر